مفرداته يدعي أنه من الإعلاميين الذين يتميزون بالحكمة والأدب وهو لا يعرف للحكمة طريقاً ولا يعرف للأدب مفردات أو عبارات دائماً بيتحدث بلغة بيغلب عليها طابع السخرية لكن أقول أن ما وصل إليه نزيه الأحمق أو نزيه الأحدب خلال الحلقات الماضية من هجوم ممزوج بسخافة هجوم ممزوج بسخرية هجوم ممزوج بأكاديب وصل إلى مرحلة انحطاط غير مقبولة وأنا أقول أنه الشعب اللبناني المحترم الشعب اللبناني الأصيل بالتأكيد بيطلع منه إفرازات زي أي شعب فده هذا الأحمق هذا الأحدب بيمثل إفراز من إفرازات صددية لا نعرف من أين جاءت ولا أين تذهب عندما تحدثنا عن جمال ريان قلنا عليه ما قلنا واليوم نقول على نزيه الأحمق أو نزيه الأحدب بأنه هو جمال ريان ربما رحم موبوء جمعهما ورحم الجزيرة لا تعرف للأخلاق طريقاً ولا تعرف للمبارئ طريقاً تعالوا نستمع إلى نزيه الأحمق أو الأحنب المرتزق وهو يتحدث بلغة ركيكة لغة حمقاء لغة لا تعبر إلا عن داخل مريض ومهتز ومهترئ نزيه من الآخر أنت مرتزق لبناني تأتي إلى قطر لتقبض راتباً يعني من جماعة معك لآخر الشهر هو يصف نفسه بأنه مرتزق هو لم يجد صدق هذه المرة بأنه مرتزق جاء إلى قطر ليسب هذا ويلعن هذا مقابل أن يتناول ومقابل أن يتقاضى راتباً بالدولار ويعمل هكذا بالقطعة